ربما ستكبر هذه الطفلة ذات يوم لتقتل الفقر بعد ان قتل فيها البراءة اما هي فعراقية ولا صدمة من هذا فالعراق اليوم امام خارطة الارقام النفطية يبتلعه الفقر بارقامه المفجعة ويتصدر السؤال مقدمة التقرير المؤثق بالادلة من السبب في هذا كله قبل الاجابة يذهب فريق خاص من وحدة الدراسات الاقتصادية التابع لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية بدلائل علمية يذهب في مهمة خاصة لكشف حقائق الارقام الخطيرة عن ان الفقر بات يأكل نصف شعب العراق نصف من الفراغ والجوع والبطالة تتصدرها مدينة عراقية بـ 52% هنا المثنى في الجنوب المكلوم حسب ارقام رسمية تتجاوز نسبة الفقر في بعض المدن العراقية 50% ووفق المسح للفقر لعام 2018 فان المثنى اصغر محافظات البلاد تعد الاولى باعلى نسبة فقر تصل الـ 52% والتي تليها الديوانية بنسبة 48% وميسان بنسبة 45% وذيقار بنسبة 44% في الجنوب ثم الى الوسط تباعا الى الشمال هنا الفقر يتسيد الواقع العراقي او قل انه فقر بالمجان لكن انخفاض دخل الاسرة يؤكد مركز الروابط انه سبب رئيسي كما هو سبب تحرير تجارة الخارجية في ظل عدم القدرة على المنافسة وتدني المستوى الامني بسبب الارهاب وقلة الخدمات يوثق المركز القصة الكاملة بتفاصيلها فيما تضع الحكومة خطتها لتوثيق العلاقات مع دول العالم لكن اجابة العلاج الجذري تكمن في الحقائق المسببة اساسا للفقر والجوع ملخصة في تغول الفساد واليد العابثة من الخارج ما جعل وجه العراق حزينة سالبا منه مستقبل جيل ومستقبل بلد اشتركوا في 어때م وقالية شربه الإعافي ندرجة المبدل ثم لا يحظ ترجمة نانسينا للفيديو شكرا